موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله ووقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من سكرتير التحرير نقدمها لكم اليوم من داخل صحيفة الأهرام وأهم عنوين الغد تكليف الوزراء والمحافظين بالخطوات التنفيذية لبرنامج المئة يوم عقوبات صارمة لمخالفات الخبز ومهربي الوقود والغاز ومخالفات البناء استخدام الهليكوبتر في ضبط الأمن والمرور وحوافز للشرطة لاستعادة الأمن وخدمة نقل عام خاصة للسيدات وطالبات الجامعات وعدادات لكل سيارات التاكسي أما فيما يخص الموضوع الأبرز غدا مظاهرات 24 فتقول الأهرام تظاهرات اليوم والجدل الدائر بين المشاركة والمقاطعة وقوة سياسية ترفضها وتطالب الداعين بتغليب مصلحة الوطن على الأهداف الشخصية الوفد يرفض المشاركة ويؤكد حق المتظاهرين في الحماية وهناك مشاركة قبطية في المظاهرات للمطالبة بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين هناك أيضا مشروع قانون من قبل وزارة الإعلام لإنشاء جهاز مستقلي لتقييم عمل الفضائيات ورصد مخالفتها لعل ذلك يأتي في سياق حبس رئيس تحرير الدستور احتياطيا على زمة قضية هانة الرئيس أيضا المفتي وعلماء الدين يقولون المنادى بالجهاد دون إذن ولي الأمر إرهاب وقرية بالشرقية تبيض أربعة لصوص مسلحين أما عن الأخبار الخارجية فأرتيس الإسرائيلية تقول تفاهم ثنائي بين مصر وإسرائيل حول نشر القوات في سيناء أما نيويورك تايمز تقول رسائل قلق إسرائيلية إلى القاهرة دون رد وغياب التنصيق ربما يقود معاهدة السلام ومن ملحق الجمعة نقرأ مينمار البوسنة 2012 قتل وتشريد وحرق وتهجير هذا العنوان هو العنوان الرئيسي لملحق الجمعة وغدا كانت هذه أهم العنوان لعدد الإسبوعي من صحيفة الأهرام ومعي للتعليق على أهم هذه الأخبار الأستاذ فتحي محمود مدير تحرير الأهرام أهلا بك معنا أستاذ فتحي دعنا نبدأ من تكليف الوزراء والمحافظين بالخطوات التنفيذية لبرنامج المئة يوم هل كانت تطلعنا على تفاصيل الخبر؟ والحيان نعرف أن برنامج المئة يوم هو الجزء الرئيسي في خطة الدكتور محمد مرسي رئيس المجموعية في بداية عهده ومضى منها بعض الوقت هناك في الحكومة الجديدة حكومة الدكتور هشام أمديل 63 تكليف تم توزيحها على كل الوزراء والمحافظين في إطار متابعة تنفيذ خطة المئة يوم على خمس محاور خاصة بالأمن وتوفير الوقود والنظافة وكل المحاور الخاصة برنامج المئة يوم من ضمن هذه التكليفات في مجال الأمن على سبيل المثال أنه سيتم استخدام طائرات الهليكوبتر في متابعة الحالة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة والمحاور في عملية تأمين للشرطة ضد المخاطر يمكن لأول مرة تحصل في مصر فيه لجان شعبية هتكون موجودة في الأحياء للتنسيق بين الشرطة وبين المواطن العادي وكنوع من إعادة الثقة بين الجانبين فيه دعم لأجهزة الشرطة بأجهزة ومعدات في مجال المرور فيه يمكن الجديد في الموضوع هو موضوع الخدمة الخاصة لنقل السيدات وطالبات الجامعات وهي خدمة نقل عام للسيدات على وجه الخصوص في عقوبات صريمة هتتم بالنسبة للي بيلقوا المخلفات والقمامة في الطريق وكذلك في عدم الالتزام بمواصفات صناعة الخبز ودي المحاور الأساسية الموجودة في هذا البرنامج أيضا إذا انتقلنا للموضوع الأبرز والذي أثار جدل كبير في الأيام الماضية مظاهرات 24 ضد جماعة الإخوان المسلمين غدا تحديدا الأهرام تقول أن التظاهرات أثارت الكثير من الجدل بين المشاركة والمقطاع هناك قوى سياسية ترفض هذه التظاهرات وتطالب الداعين لها بتغليب مصلحة الوطن على الأهداف الشخصية كيف رصدتم أو مش عايزة أقول رصدتم لأنها لسه ما بدايتش لكن تصوركم لمظاهرات الغدوة استعدادات لها هو الحقيقة من خلال مواقف كل الأطراف السياسية بات واضحا أن معظم الأطراف السياسية الأساسية غير مشاركة وأن الأطراف المشاركة هي بعض الأحزاب يمكن أبرزهم حزب التجمع بعض الأحزاب الصغيرة فقط بالإضافة إلى بعض المستقلين ومشاركة من بعض الهيئات القبطية هدفها الرئيسي هو العمل على تقنين ووضع جماعة الإخوان المسلمين ولكن القوى الأساسية مش مشاركة في هذا الموضوع يمكن كان آخر موقف لحزب الوفد اللي أعلن فيه عدم مشاركته لذلك أنا شخصيا أتصور أنها ستكون محدودة إلى حد ما وليست بالشكل اللي كان متصور من قبل أنها هتكون مليونية ضخمة حاشدة هل حددوا المكان؟ مكان التجمع؟ وهو فيه مكانين للتجمع هم عاملينهم فيه مكان بيبدأ من العباسية مرورا بوزارة الدفاع وفيه مكان بيبدأ من أمام القصر الجمهوري في مصر الجديدة والاتنين المفروض هيلتقوا أمام القصر الجمهوري في النهاية نعم ننتقل إلى موضوع لعله أثار البعض أيضا منذ قليل إحدى المحاكم حبثت إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور احتياطيا على ذمة قضية أو ما يعرف بقضية إهانة الرئيس محمد مرسي كيف أيضا رصدتم هذا الخبر أستاذ ما؟ والحقيقة فيه كذا جانب في هذا الخبر مش مجرد فقط قرار المحكمة يمكن قرار المحكمة أصار جدل كبير بمعنى أنه نقابة الصحفيين وهيقض أخرى كديرة أدانت هذا الموقف في المقابل البعض لا يبرر حبس الصحفيين ولكن يطالب بنظرة أشمل لموضوع الإعلام لأنه هناك من يرى أنه كما كان هناك انفلات أمني كان هناك انفلات إعلامي في بعض الأماكن خلال الفترة الأخيرة والأمر بحاجة إلى معالجة موضوعية شاملة لوضع الإعلام وأن تعود نقابة الصحفيين بدور قوي في متابعة هذا الأمر سواء من حيث تطبيق مساق الشرف الصحفي أو من حيث التوصل إلى مواد تضمن حرية الإعلام في الدستور الجديد مشاهدين ما زلنا مع أيضا الدعاوة الدينية أو الفتاوى الدينية التي تجد أيضا نوع من أنواع الإثارة بشكل أو بآخر فالمفتي وعلماء الدين يردون أو يقولون المناداد بالجهاد دون إذن ولي الأمر إرهاب هذا الأمر متعلق بما يحدث في سيناء لأن بعض الجماعات السلفية الجهادية في سيناء أصدرت بيانات ردا على عمليات التي تقوم بها الجيش والأمن هناك بأنهم بيستهدفوا إسرائيل فقط ولا يستهدفوا الجنيد المصريين وأنهم بيقوموا بعملية جهاد ضد إسرائيل انطلاقا من سيناء فده كان ردا على هذا الموقف أن الجهاد بيكون عن طريق قولي الأمر مش كل جماعة بتحمل السلاح وبتقوم هي لوحدها تعلن الحرب على أي دولة أخرى تحت شعار الجهاد دي ملابسات هذا الأمر غدا المفتي وكل علماء الدين تقريبا في مصر بيؤكدوا عليه على أنه لا يجوز لأي فرد أو جماعة بمعزل عنولي الأمر إعلان حالة الحرب يعني صدور رئيس الجمهورية بالطبع صدور رئيس الجمهورية والمؤسسات الرسمية ننتقل إلى الحوادث مشاهدين في عدد الغد من الأهرام قرية بالشرقية تقتل أربعة لصوص مسلحين وتعلق جثث هؤلاء على أعمدة الإنارة ما الذي حدث ستسفته والحقيقة أنه هم أربعة بلطاجية كانوا بيعملوا عمليات إغارة على عدد من القرف الشرقية وفي هذا الموضوع بالذات هم أطلقوا الرصاص من بنادق ألية على أهالي القرية بشكل عشوائي ومكسف وأصب القرية بالرعب وعدد كبير منهم إصابات بالغة فأهالي القرية مسكوهم ويعني سحلوهم وعلقوهم على أعمدة الإنارة في مدخل القرية عشان يبقوا عبرة لأي بلطاجية أخرين يحاولوا أنهم يعتدوا عليهم بس مع ملاحظة أن أنا شخصياً بتحفز على هذه الطريقة لأن هناك قانون في كل الأحوال يجب أن يأخذ مجرد نذهب سريعاً إلى البرصة فالبرصة تجاهلت الدعوة لمظاهرات 24 ولم تتأثر بل على العكس رابحت البرصة ما يخرج من أربعة مليارات جنيه سريعاً أستاذ فتحي تطوير أتصور أن هذا لي مدلول سياسي ومدلول اقتصادي مدلول سياسي أن الاقتصاد وهو اللي بيشعر عنده حساسية من الأحداث السياسية يشعر أن مظاهرات الغد لن يكون زات تأثير وعشان كده لم يتأثر بها على الجانب الاقتصادي أتصور أنه بعد الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ده أدى إلى ارتفاع مؤشر البلصة إلى هذا الربح اللي هو حوالي أربعة مليار جنيه خلال يوم واحد شكرا جزيلا لأستاذ فتحي محمود مدير تحرير الأهرام أشكرك شكرا جزيلا المشاهدين أفاصل قصير ونواصل معكم هذه الحلقة سكرتيري التحرير والعدد الإسبوعي من الأهرام ابقوا معنا اشكرك شكرا جزيلا لأتصور سكرتيري التحرير والعدد الإسبوعي من الأسبوعي من الأهرام وراح سليما من قديم علاية كبار فائز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعدد الاسبوعي من صحيفة الاهرام نتواصل معكم من جديد نضم الي في هذا الجزء من سكتير التحرير الاستاذ هاني عمارة مساعد رئيس التحرير والمسؤول عن صفحات المحليات اهلا بك استاذ هاني اهلا بك استاذ هاني وكذلك الاستاذ سامي الخمحاوي مسؤول الدسك المركزي ببوابة الاهرام الالكترونية اهلا بك استاذ سامي بمجلس الوزراء يقول هناك مشروع قانون لانشاء جهاز مستقل لتقييم اداء الفضائيات ورصد المخالفات واخبار اخرى سبعين او سبعون مليون دولار استثمارات لشركة نيسان واجراءات لتحفيز صناعة السيارات وتوفيق اوضاع سبع شركات للمياه المعدنية ومواجهة ارتفاع الاسعار تفاصيل الخبر احنا عندنا مجموعة من الاخبار المحلية في اهرام الجمعة منها الاجتماع اللي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري الاستثمار والصناعة وكانت شركة نيسان العالمية اليابانية موجودة بحضور في هذا الاجتماع بشكل قوي يعني هم طلبوا انهم يضعفوا انتاجهم هنا في مصر وده يعني اندل على شيء بيدل برضو على صنقة المؤسسات والشركات والمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار في مصر وان دايما الازمات عن مستوى السياسي في اي بلد بيعقبها حالة من الرواج او حالة من التنمية الجزء المهم من وزير الاستثمار لانه يعني ما كانش مدرج مسألة المشروع قدول الانشاء لكن هو وزير الاستثمار سؤل عن عن ما يتعلق بالفضائيات باعتبار ان وزارة الاستثمار هي المسؤولة عن اعتقاء الترخيص لاي فضائيات او محطات فضائية بتظهر في مصر وقال ان هو دلوقتي في مشروع قانون لتنظيم او مشروع جهاز لإقامة جهاز مستقل لتنظيم عمليات عمل الفضائيات ورازد المخالفات والكلام ده ويمكن ده ما يمكن جهاز مستقل هو المشروع القانون هنا هو فيصل الموضوع انه لازم بالفعل زي ما بيقوله جهاز مستقل يكون يعني مش خاضع لأي سلطة يكون فيه ممثلين لكل الجهات المؤسسات المجتمع المدني شخصيات مستقلة بحيث ان هو يبقى جهاز فعلا جهاز مستقل لمتابعة اداء الاعلام بشكل عام بس نزد لخبر آخر من صفحات المحليات بالأهرام نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الاسبوع المقبل 30 ألف مكان بالجامعات الحكومية وقبول أوراق الشهادات المعادلة التعليم العالي تفتح تحقيقا مع المسؤولين المتورطين في الفساد فيما يخص المعاهد الخاصة التفاصيل سزاني نعم دي يعني تقريبا المرحلة الثالثة والأخيرة في تنسيق الجامعات في تصريحات لمدير مكتب التنسيق بيقول أن هناك تقريبا ألف مكان خالي للطلاب هذه المرحلة بالجامعات الحكومية وكان أبرز الكليات الموجودة هي كليات الحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية برضو مني الزوايا المهمة جدا هو البدء يوم من يوم الأحد المقبل في قبول أوراق الشهادات المعادلة اللي حاصلين على السنوات العامة من الدول العربية والأجنبية فيه برضو محور مهم جدا أنه هم فعلا فيه سابت فيه تورط مسؤولين بوزارة التعليم العالي مع أصحاب المعاهد الخاصة تسربوا لهم معلومات من شأنها أن يعني تحقق أو أو تضرب مسألة نقدر نقول التكافؤ الفرص بين المعاهد والكلام ده وبالتالي الوزير فتح يعني تحقيق حول كشف الشبكة اللي واضح أن هناك شبكة من المسؤولين يعني لها دور في هذا التلاعب يعني بالطبع مشاهدين لا يعاني مواطن عموما وخصوصا في القاهرة والمحافظات الكبرى من ما يعرف بالباع الجائلين الذين ينتشرون على أرصفة الشوارع بل بالعكس البعض يقول أنهم ساهموا بشكل أو بآخر في إعاقة المرور وزارة الداخلية بدأت بحملة مكثفة للحد من هذه الظاهرة ولكن بشكل مختلف أستاذاني ما الجديد في هذا الموضوع؟ الحقيقة هو يعني أنا شايف أن ده من أهم المحاور التي يجب أن الإعلام يصلت عليها يعني بشكل قوي في المرحلة المقبلة سواء الإعلام المرئي أو المكتوب أو المسموع لأن يعني كم الإنفلات وكم الفوضى في الشوارع أصبح لا يطاق وأنا رأي أن دايما العنوان الرئيسي لأي مجتمع أو أي دولة هو الشارع يعني الزائر لمصر لن يدخل بيوت المواطنين ولن يدخل الزائر لمصر سيحقق انطباع أو كون انطباع عن الدولة من الشارع ومن مستوى النظافة ومن مستوى الانضباع السلوكي سواء للأفراد أو لحركة المرور أو السهارات وبالتالي الدولة الآن في حالة اختبار على المحك اختبار يعني اختبار وحيد يا إما هتتمكن من عادة انطباط الدولة وعادة الواجه الحضاري للدولة أن احنا نبقى دولة زي الدولة المتحدرة يا إما المسألة هتفلك وبالتالي هما الحقيقة الدولة بتعمل حاجة أنا شايف أنها حاجة إيجابية بقدر ما هي بتواجه حملات الباعة الجائلين والفوضى في الشارع بتحاول أنها تقدم لهم حلول عملية من خلال مقامة سويقات لهم في أماكن محدودة ودي ما هيش بذعة مصرية موجودة في كل دول العالم بيسموها سويقات اليوب الواحد بتقيم بتستوعب فهل باع الجائلين لعدة ساعات الناس بتعرف معاية هذه السويقات وأماكنها بشكل محدد وبالتالي بعدها بتنتهي السويقات بتختفي والحكومة بتقوم بتنظم يعني فقط دعني أستاذ هاني لأهمية الموضوع أن أقرأ على السادة المشاهدين اللواء سيف الإسلام عبدالبالي نائب المحافظ للمنطقة الغربية قال أنه تم اختيار 34 موقع لإقامة سوق اليوم الواحد تم أعداد 15 موقع منها حتى هذه اللحظة ليتمكن الباعة الجائلون من مزاولة عملهم ومن أبرز هذه المواقع أمام مجمع التحرير بمدان التحرير ساحة عمر مكرم أيضا بمدان التحرير وعبدالمنعم رياض مدان الفلكي شوارع شريف والألفي وبولاء الجديد والتربيشي وساحة الشيخ صالح الجعفري أعتقد أنها بالقرب من الدراسة وشارع بولا الحكومة وضعت تصور أنها تستوعب 13 ألف بائع متجول كمرحلة أولى لعل ذلك يكون حل لمشكلة الباعة الجائل شكرا سامن وننتقل إلى بوابة الأهرام الإلكترونية بماذا نبدأ أستاذ سامي الحقيقة نبدأ من أحدث خبر منشور على البوابة بعد حكم اليوم طبعا المسير للجدل على رئيس تحرير الدستور بالحبس الاحتياطي وهي سابقة الحقيقة لم تحدث تدول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي أحد فيديوهات للخطابات للرئيس مرسي وقت حملته الانتخابية تعهد خلاله بأن لا تغلق في عهده وقناه أو جريدة وأن لا يمنع رأي أبدا فالحقيقة النشطاء تبدلوا هذا الفيديو في محاولة للاعتراض على ما حدث اليوم من الحكم مع الوضع في الاعتبار أنها أمام قضاء أمام قضاء ولكنها سابقة أن يحدث حكم احتياطي قبل أن يحدث حرس احتياطيا احتياطيا خصوصا أنه لم يحل المحكمة محبوسا كانت الإحالة عادية هناك استغاثة من كما تقولون من أصود أصر النيل برئيس الوزراء من الباع الجائلين لماذا يستغيث أصود أصر النيل؟ نعم استمرارا للموضوع اللي تكلم فيه الأستاذ هاني الحقيقة عندنا عدسة بابة الأهرام رصدت الوضع على كبري قصر النيل وهو من المناطق المفترض أنها في وسط البلد ومن المناطق الهامة جدا على النيل الحقيقة تحول الكبري إلى مقر للباع الجائلين حولوه إلى كافتريات مفتوحة طبعا هي كناية عن استياء الأصود أصر النيل بعد أن جرى ترميمها في الفترة الأخيرة وإعادتها إلى سابق عهدها يعني تخيلنا في بابة الأهرام أنه الأصود بتستغيث بالدكتور هشام أنديل لأنه قام بزيارات مفاجأة لمناطق عدة وبيطلبون أنه هو يزور الأصر النيل اللي يرى على الطبيعة ما يحدث لها من المنسبة نشرنا قبل كده أنه الأصود أحد الأصود تعرض للسارقة لأس القصد العالمي لأحاولة قطع الرأسه للسارقة فدي طبعا كانت السابق أنا أرجع لموضوع إسلام عفيفي تاني رئيس تحرير الدستور لأنه واضح أنه فيه ردول أفعال من جانب بعض الشخصيات السياسية وأيضا الأحزاب حزب الدستور بيقول أن تهمة إهانة رئيس تعيد إلى الأذهان أسوأ ما في تاريخنا منذ عهد الخديوي إسماعي حزب الدستور أصدر بيان شديد اللهجة هاجم فيه الإدارة السياسية للبلاد بسبب ما وصفه الحزب بالهجمات المتولية على الحريات بداية من دعاوة تقديس منصب رئيس الجمهورية والعودة لأساليب النظام القديم في تقديم بلغات ضد عدد من الكتاب والصحفيين والحزب الحقيقة تحدث أن ما جرى اليوم يعني بيعود إلى الأذان أسوأ ما في تاريخنا من القمع الحريات وقمع الرأي أعتقد أن البرادعي محمد البرادعي نعم هو دكتور محمد البرادعي هو اللي دعا لتأسيس الحزب دعا هو الآخر في إحدى تدويناته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استعجب البرادعي من أن من يهن الرئيس يتم حبسه ومن يتهم الصور بالخيانة لا يتم تجريمه وكأن ثورة لم تقم وتعجب البرادعي من حكم اليوم وحاول يهاجمه بطريقة وخاصة حمدي قنديل ماذا قال؟ نعم حمدي قنديل اعتبر أن فكرة الحبس في حد ساتها مفترض أن لا تكون حادثة وبيشوف أنه مجرد منع الصحفي من الكتابة ده أقسى من الحبس يعني أن يكون العقوبة بالمنع من الكتابة ونبتعد عن عقوبات الحبس تماما نذهب إلى القرد الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي وكانت هناك بالأمس زيارة لرئيس الصندوق النقد الدولي مع رئيس الوزراء ومع رئيس الجمهورية أعتقد أن وزير المالية هنا له تصريح فيما يخص هذا القرد نعم القرد طبعا مصير للجدل وبرضو فيه تدعيات ليه أنه حكومة الجنزوري كانت طلبت أحد قرد من صندوق النقد بمبلغ أقل ووقتها كان مجلس الشعب اللي فيه أغلبية من حزب الحرية والعدالة اعترضوا على هذا القرد بدعوة أنه حرام وأن التعامل مع الصندوق حرام الكرد الجديد أصاري جدل أنا أعتقد أنهما ما قالوش حرام يا شسامي على قد ما قالوا الفائدة الاقتصادية منه وإحنا عندنا بدائل أخرى ولا لا يعني ما قالوش قصة الحرام ما قالوش عالميا حولها هما داخلوا في هذه أو برنامج محدد الأهم من ذلك الوزير المالية دكتور ممتاز السعيد أصدر بياني النهاردة أكد خلاله من بين هو سرد أشياء كثيرة لكن كان أهمها أن صندوق النقد لن يتدخل في سياسة الحكومة المصرية وأنه البرنامج الإصلاحي 100% في نفس السياق كانت صحيفة الفاينانشال تايمز قالت أنه تقليص دعم الوقود وتقليص دعم الغذاء وتقليص عجز الموازنة ده كانت شروط فرضها صندوق النقد الدولي على مصر لقبول منحها الخرض وفي السياق ذاته إذا كان فيه إمكانية أنه حزب مصر القوية أدم سبع بداية مقترحة للتخلي عن صندوق النقد حزب مصر القوية مشاهدين هو حزب تحت التأسيس يؤسسه المراشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم شكرا جزيلا لأستاذ سامي القمحاوي مسؤول الدسك المركزي بالأهرام أشكرك شكرا جزيلا كما أشكرك مرة أخرى لأستاذ هاني عمارة مساعد رئيس التحرير أشكركم شكرا جزيلا مشاهدين ما زلنا معكم فاصل قصير ونواصل هذه الحلقة سكرتيري التحرير والأهرام ابقوا معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ضد أقلية الروهينجل المسلمة دعنا نذهب إلى مهمشون في رملة بولاق اخترى ملحق الجمعة أن يذهب إلى رملة بولاق ويتحدث عن هؤلاء المهمشين كما يطلقون عليهم هنا ماذا في هذا الموضوع؟ يعني من الأحياء الشعبية التي تقدم صورة صارخة للحياة اجتماعية سيئة جدا 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 مستوى معيشة تحت خط الفقر وصورة بشعة للخدمات وفي الحقيقة يعني الناس بتشوف الكلام الجميل عن الصورة في الفضائيات وبرامج التوك شو والنخبة وصراعتها لكن فيه تنزل على أرض الواقع تكتشقت تلاقي صور صادمة أنه كتير لسه قدامنا مشوار طويل عشان نحقق شعار العدالة الاجتماعية فجولة الكاميرا في ملحق الجمعة بتحاول تبحث عن مناطق قد تكون صادمة لكنها مهمة جدا لكن أنت تتخيل يعني أن المناطق دي خلف أبراج مرتفعة على نهر النيل لكن لأحد يعرف عنها شيء يعني أنتم هيا جايبين هنا أرقام مهمة ألفين أسرة معبؤون في عشش غير آدمية يعانون مثل غيرهم من سكان 1300 منطقة عشوائية نقص القدمات الحيوية هؤلاء هم سكان منطقة رملة بلاء الذين حرموا من مقاومات الحياة الأساسية يعانون البطالة وضيغ ذات اليد ولسان حلهم يقول رضينا بالهم والهم ما رضيش بيه موضوع مهم صحيح مهم جدا وبعدين الأصوات اللي بتحذر من صورة جائع يعني ممكن تكتسب مصداقية مع الصور دي صحيح دعنا نذهب إلى موضوع مختلف وساخر عبدالوهاب ومئة سنة قفشات ومقالب لم يعرف عن عبدالوهاب مسألات القفشات والمقالب بالعكس يعني في ذاكرتنا دايما شخصية رصينة يعني صحيح وهو هنا عشان كده فعلا ده الجهد اللي عملته الزميلة هيبة عبدالعزيز فإنها فتشت في موسيقار في الوجه الساخر الضاحك لموسيقار الأجيال إنه لا هو كانت أفشاته ونوادره وإفهاته مرتبطة بعدد من الطباعة الشخصية زي الوسوسة الشديدة لما تشوف وسوسة عبدالوهاب بتحصل على نقطة حقيقية مش متألفة يعني على سبيل المثال في إحدى المرات زوجته السيدة نهلة القدسي وهو كان موسوس قوي من حكاية العدوى في البرد فهي عندها وهي صدمت وهي لسه عروسة جديدة جالها نازلت برد فلقيته بعمل نوع من التمييز العنصري بينه وبينها فرض عليها الإقامة الجبرية في الغرفة الأخرى وبيكلمها في التليفون وكمان وهو حاطة منديل وبعد فترة حسن المسألة قصية جدا فسمح لها أن نتقرب على بعد خمسة متر وقال لها تبقى حط المنديل بالطريقة دي في مرة من المرات رايح معزوم عند يوسف بيك وهبي فلما وصل للفيلا بتاعته اكتشف أن المية قطعة فقال للسواق قبل ما يدخل اللف وارجع بيها تاني فالدرجات دي كان حريص على النظافة وموسوس جدا لدرجة أنه في إحدى المرات يوسف بيك وهبي قال له على فكرة عبدالوهاب أنت في الحياة الأخرى هتتعذف جدا لأنه الجحيم ما فيش فيها مية وأهل الجنة مش محتاجين يغسلوا قديهم فهتعمل إيه؟ هنا في عنوان لافت الحياة لماذا احتدى على فايزة أحمد صريخا الجوازة دي مش ممكن تتم النهاردة ايه المقصود؟ صحيح أنه الجميلة صاحبة الصوت الزهبي فايزة أحمد في مرة من المرات كان عندها نزلت برد هو شك وهي جنت بتعمل بروفات معه وهو بيلحن لها الأغنية فهي يبدو أن هي حول التتزاكع له ما تبين ليش أن عندها نزلت برد لكنه حس بجهاز الوسوسة اللي بيلتقط أي زبزبة فقال لها من فضلك قوليلي ممنون قالت له ببنون قال لها فوزة بيهزر معها بيدلحها الجوازة دي مش لازم تتم يقصد الأغنية دي البروفة مش هتتم النهاردة نعم إذن محمد عبدالوهاب موليد 1902 حي باب الشعرية وتوفي عام 1991 في 3 مايو عن عمر يناهز التاسعة والثمانين عاماً وشيعت جنازته في الخامس من مايو في جنازة عسكرية مهيبة لأنه أعتقد أن زعيم جمال عبدالنصر هو من أعطاه رتبة لواء صحيح صحيح وعشان كده كان يتقل عليه اللواء الدكتور فعلاً لأنه حصل على الدكتورة الفخرية وعلى دركة رتبة لواء في سابقة يعني من نوعها شكراً جزيلاً الأستاذ محمد بركة والذي علق معنا على أهرام أو ملحق الجمعة ملحق الأهرام وكذلك أشكر الأستاذ زكريا عثمان المحرر بالقسم الخارج أشكركم أشكراً جزيلاً وشوف موصول أيضاً لكم مشاهدين على حسن متابعتكم لزيل حلقة من سكرتير التحليق دمتم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة